إلى سوريا حيث قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بلاده تدرك أهمية بيان محادثات فيينا مشيرا إلى أنه لا بد من إعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب جاء ذلك عقب لقاء المعلم بمبعوط الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفن ديمستورا والذي وصل إلى دمشق اليوم بعد يومين من محادثات فيينا السعي للتوصل لحل للأزمة السورية